خليني على طول ندخل في العمل يعني أثر مع الناس جداً وعلق مع المشاهد العربي وهو العمل الأخير لك وكنت بطل في كوت العمار كوت العمارة هو أبو العيلة لما أول ما السيناريو جاي لك حسب إيه أنا بدأت في مسلسل كوت العمارة السنة دي ولكن كان من المفروض أن أبدأ في العام الماضي بس فيه مصيبة يعني حصلت لي والحمد لله نياما طولتش في السنة اللي فاتت في شهر أيلول على الأغلب كنت في مركز تدريب على ركوب الخيل وهناك حصل لي حادث سقطت من على الحصان وأصبت في صدري واتنقلت للمستشفى وعملت عملية وللأسباب دي ما اشتركتش في كوت العمارة السنة اللي فاتت وبدأت السنة دي في كوت العمارة لعبت دور أبو العيلة القائم مقام في كوت العمارة يعني شخصية أبو العيلة إذا نظرت لها وخاصة من ناحية الإمبراطورية العثمانية هي شخصية سيئة قائم مقام شيء ولكنه في داخله كان بيحاول يحمي دولته الخاصة عايز يحمي الدولة العربية ولهذه الأسباب بيحارب ولهذه الأسباب شعر بنفسه أنه قارب للإنجليز على حساب العثمانيين وبدأ بالتعاون معهم طبعا الموضوع ده شوية مزعج للسادة المشاهدين شخصية غير المحبوبة كانت شخصية سيئة كان له ولد بيضع ظافر كلاهما كان له حلم في حماية المصالح العربية وكانوا بيجروا ورا الأهداف دي كان شخص عابد لله محافظ على صلاته ولكن زي ما قلت اللي رغبته في حماية بلده العربية تحول لحليف للإنجليز ده خطأ كبير بالتأكيد لا يمكن للإنجليز أنهم يكونوا حلفاء للعرب ده مستحيل في الوقت ده كان الإنجليز كانوا قوة عزمة المفروض أن احنا نتحالف مع بعضنا البعض نحن عشنا مئات السنين مع بعضنا البعض نعرف عدد بعض كويس الأحداث اللي عشناها واحدة لكن ده غاب عن نظر أبو العلا أصبح خليف للإنجليز ولكن في النهاية نتحول للتحرك بجانب الأمبراطورية العثمانية ابتدأ بالخطأ ولكن في النهاية صحح خطأه هيا دي كانت شخصية أبو العلا نحن نحن نعرف